لازم نرعى ان احنا نحاول قدر الامكان ندير خلاف بيننا في الغرفة الخاصة بتاعتنا ما يطلعش خلاف بر الغرفة دي وبالزاد امام الاولاد طب لو احتاجنا الاستشارة ومشهورة نروح لأصحاب الخبرة او الاهل اللي معروفون بالحكمة وتبقى في قضيق الحدود ونبقى مؤمنين للشخص ده وعارفين ان هو من اهم صفاته ان هو مش مفشي للأسرار يبقى لابد ان احنا نرعى ان ما حدش فينا يقبل او يسمح للاطراف اللي بنستشيرهم ان هم يذكروا الطرف الاخر هكمان بسوق ودي حاجة مهمة جدا من قواعد الايه من قواعد الاستشارة ما روحش انا استشير حد كبير في العيلة فاذا بيه يقضي يسوير لي صورة زوجي او هو يروح يستشير حد من العيلة يخليها والعاذ بالله بنت مش بتربية الكلام ده ما ينفعش دي مش استشارة دي ورطة والدخول في المغارة المظلمة اللي مش هنطلع منها لان ده يخلي القلوب تشيل من بعضها وشوف حضرة النبي علمنا الادب ايه علمنا ايه حضرة النبي قال لا يبلغني احد عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ما حدش يقول لي حاجة يبقى وكان الاخبار دي بتخلي الواحد صدره يتغير واحنا مش عايزين حد صدره يتغير ترجمة نانسي قنقر